السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع عدري مديل أعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة رقم 61 من كتاب المنير في النشاط العلمي من مصطوى الرابع ابتدائي إذن التوصيل الكهربائي للمواد la conduction électrique d'un corps إذن الهدف التعلمي هو أن أصنف المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى موصلة وعازية إذن هناك أجسام موصلة للكهرباء وأخرى عازلة له إذن نبدأ بألاحظ وأتسأل صنعت سعاد دارة كهربائية بسيطة ولإغلاقها استعملت مشباكة ورق بلاستيكيا غير أن المصباح لم يتواهج كنلاحظوا هنا الوضعية الأولى سعاد يعني صنعت دارة كهربائية بسيطة واستعملت يعني بحل يعني استعملت في مكان قاطع الطيار استعملت واحد من مشباك ورق بلاستيكي ولحظت أن المصباح لم يتواهج لم يشتاعل بينما توهج المصباح عند استعمال ماسيكا معدنية غيرت هذا المشباك هذا الورق من البلاستيك واستعملت مشباكة معدنية ماسيكا معدنية ولحظت بأن المصباح توهج إذا لماذا توهج المصباح في الدارة الثانية ولم يتواهج في الدارة الأولى والسبب لماذا؟ لأن المشباك المعدني موصل للكهرباء بينما المشباك البلاستيكي غير موصل للكهرباء إذا سؤال تقصي لماذا توهج المصباح في الدارة الثانية ولم يتواهج في الدارة الأولى على ما تستفهم كجواب نقول لأن المشباك البلاستيكي عازل للكهرباء إذا المشباك البلاستيكي عازل للكهرباء وبالتالي لم يشتعل المصباح إذا لأتعرف بعض الأجسام الموصلة والأجسام العازل للكهرباء ونجلس تراكيب الآتية ثم ألون بالأصفر المصابح المتوهجة إذا هنا لدينا تراكيب في كل تركيب استعملنا جسم معين هنا استعملنا ورق النحاس إذا استعمل ورق النحاس في هذه الوضعية هذه هل سينير المصباح؟ نعم سيشتعل المصباح أو سيتوهج المصباح لماذا؟ لأن ورق النحاس فهو جسم موصل للكهرباء إذا ورق النحاس موصل للكهرباء إذا سنصنف هذا الأجسام هنا في هذه الجدول هنا سنوضع أجسام موصل للكهرباء وأجسام عازيلة لا إذا أجسام موصل للكهرباء ورق النحاس إذا ورق النحاس جسم موصل إذا في هذه الحالة سيشتعل المصباح إذا هذا المصباح سيتوهج نشوف الوضعية الثانية مصطرة من اللدائن استعملنا مصطرة من اللدائن يعني اللدائن يعني من البلاستيك هل سيتوهج المصباح؟ سوف لن يتوهج لماذا؟ لأن اللدائن فهو جسم عازل لكهرباء ما ديش يوصل لنا الكهرباء للمصباح إذن مصطرة اللدائن فهي جسم عازل مصطرة اللدائن هنا مصطرة من خشب مصطرة من خشب أيضا فهو جسم عازل مثله مثل اللدائن فلن يتوهج المصباح يبقىها كمنطفئ هنا مصطرة من الألومنيوم إذن سنكتبه بعد هنا مصطرة من الخشب مصطرة من الخشب فهو جسم عازل مصطرة من الألومنيوم استعملنا هنا مصطرة من الألومنيوم سوف يتوهج المصباح لماذا؟ لأن الألومنيوم جسم موصل للكهرباء إذن سيتوهج المصبح نغندر له هكا بأنه متوهج إذن مسترة الألومنيوم فهو جسم موصل للكهرباء إذن أنمر السؤال الموالي أو تعلمات الجديدة توجد مواد للكهرباء مثل النحاس وأخرى مثل الخشب إذن توجد مواد كيف هي؟ موصلة للكهرباء موصلة نستعمل عازلة وموصلة إذن مواد موصلة للكهرباء مثل النحاس والألومنيوم وأخرى عازلة لها مثل الخشاب ومثل اللدائن إذن مر السؤال الموالي أضع علامة أمام الأجسام الموصلة للكهرباء إذن مسترة زجاجية هل زجاج موصل للكهرباء؟ زجاج يعني جسم عازل للكهرباء ملعقة من النحاس فهو جسم موصل مش بكة من حديد جسم موصل للكهرباء ولوحة بلاستيكية فهي جسم كون البلاستيك جسم عازل إذن شوفوا اكتفيته 2 موصل للكهرباء سوف نضعه بطريقة يعني بالتتابع هاد الأجسام هادي فيل ان كوتن يعني خيط من القوتن نضعه فين في هاد المكان هادي في هاد الالباستيك نضعه مرة أخرى ملعقة من البلاستيك ينفل ان كويفر والمرة الثالثة نضعه يعني السلك أو سلك من النحاس دون لأ بارتي 1 في هاد المكان هادا المرة الأولى نضعه خيط ديال يعني ديال القوتن ديال القوتن نحيده من بعد غاد نشوفه نضعه ملعقة بلاستيكية من بعد غاد نضعه سلك نحاسي ديشيركويب بي انفرم لانتريبتر من بعد غاد نغلق القطع كل مرة غاد نضعه داك الجسم داك الكور وغاد نشوفه هل سيتوهجو المصباح أم لا جي بريسيز لكل بارمي لتخوى كور برسيدن برمي داك ليغيي لالامب غاد نضعه كل جسم ونسدو القطع نسدو الانتريبتر ونشوفو المصباح وش غايشعلو لالا من بعد نحيدو لفيلو ونضعو لكويرو بلاستيك ونسدو دارة ونشوفو من بعد غانشوفو شنا هو الجسم ليشعلينا لالامب دا في نظركم شنا هو الوكور كي برمي داك لغيي لالامب شنا هو الجسم اللي غان نضعه هنا وغاد نشعلينا للمصباح هو لفيلو كويفر يعني خصنا واحد الجسم موصل للكهرباء إدن بلاستيك عازي للكهرباء فيلو كوتن يعني القطن عازي للكهرباء إدن شنا هو الجسم الموصل هو النحاس سلك من النحاس غاد يشعلينا المصباح داك هنا غان نكتبو انفيل انكويفر انفيل انكويفر يعني خيط نحاسي أو سلك نحاسي هو اللي غاد يسمح لنا غاد يخل لنا لالامب تشتعل هنا داك 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 هادي هادي هالا سيوزينا شعلينا ها هنا عادنا عازي الكهرباء لزولان إلكتريك والموصل